بوصفه الجهة الوحيدة صاحبة الحق في الحديث باسم الليبيين أصدر مجلس النواب الليبي بيناً أكد فيه ترحبه بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية والتي أكد فيها حق مصر في الحفاظ على أمنها القومي متى وأين وكيف تطلب ذلك مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المنتخب شدد على العمق الاستراتيجي الذي تمثله مصر بالنسبة لدولة ليبيا مذكراً بالروابط بين البلدين والشعبين على مر التاريخ كما استنكر التدخل التركي السافر وانتهاك أردغان للسيادة الوطنية الليبية عبر التواطئ مع الميليشيات المتطرفة التي تسيطر على العاصمة ترابلوس واستمرار الدعم التركي لها بالأسلحة والأموال وإرسال المرتزقة بيان مجلس النواب الليبي كان مبعثه هو استشعر حجم الأخطار التي توحط بمستقبل بلاده وتكالب الأطماع التركية في الثروات الليبية التي هي ملك لأبناء ليبيا تأكيد البرلمان الليبي على أن لمصر أن تتدخل ولو عسكرياً لحماية الأمن القومي للبلدين إذا رأت هناك خطراً داهماً وشيكاً يطاله يكشف حجم ثقة الأشقاء العرب في صدق نوايا القيادة السياسية المصرية وكفاءة أجهزة الدولة المصرية وخاصة القوات المسلحة في نجدة الأشقاء وإغاثة من يستغيث حتى تكون الكلمة العليا للشعب الليبي وفقاً لإرادته الحرة ومصالحه العليا